على ضوء هذه الزيارة إلى محطة سكة حديد الخرطوم لوزيرة النقل وسلامة الطرق فاطمة بوكني ودي فقط أغدت اجتماع عمل مع المدير العام لهيئة سكة حديد السودان والذي كان بجانبه المعنين بإدارة هذه البنية التحتية الهيوية لأجل التنمية حيث تمهورت مناقشات الوزيرة مع مسؤولي هذه الحيئة حول مشروع إنشاء خط سكة الهديد وخاصة الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تسهيل التبادل التجاري بين شات والسودان هذا وأقب عرض مشروع سكك الهديد بالسودان بهدف التنوير الوفد بالطموحات ذات المصلة المشتركة فقد اتفقت جانبان على ضرورة إنجاز هذا المشروع لأجل سعادة الشعبين الشادي والسوداني وعليه فقد أكد المسؤول الأول لهيئة سكك حديد السودان للوفد الشادي بقيادة وزيرة النقل وسلامة الطرق فاطمة بوكني ودي إن الإجراءات ستتخص من قبل السودان لأجل نقل البضائع من ميناء بور سودان وحتى نيالة ذلك قبل إطلاق الأعمال لبناء سكة الهديد بين شات والسودان الأمر الذي ترك انطباعات جد إيجابية لدى وزيرة النقل وسلامة الطرق بتقدم هذا المشروع الذي سيشكل عاملا تكاملي بين الدولتين ولتطبيق ذلك فقط طالبت الوزيرة بإنشاء لجنة سكة الهديد بين شات والسودان اشتركوا في القناة